ترجمة نانسي قنقر لما يعرض عليه هو يستسلم للواقع فنحن لا نريد من الشباب أن يستسلموا للواقع يعني هناك أشياء كثيرة يمكن أن يعملوها حتى من جهة الإنتاج الدنيوي يمكن أن يعملوها وتقع مسؤولية كبيرة على من يوجه الشباب وعلى من يعرض للأشياء على الشاشات لكي ينتجوا مواد تنشر فضيلة تنشر علم شرعي فيها تأثير على الناس الاتجاه للدين فيها فتاوى فيها حل مشكلات الناس على ضوء الكتاب والسنة فيها مشاريع علمية نافعة فيها أشياء يعني تؤدي إلى تحسين حياة الناس المعيشية يعني ما في إلا يعني لازم نتجه للفساد إجباري يعني ولذلك نحن يعني نعرف بأن الأفلام وقنوات الأفلام هذه لها يعني مفاسد لها آثار خطيرة جدا على عقائد الناس وعلى التبعية للغرب وعلى الدعوة للفاحشة واستهزاء وتبرج سفور سخرية بالقضاء والقدر الآن سيطر على الناس قضية المتعة حتى في القراءة يقرؤون ماذا الرواية الأدبية الرواية الأدبية ماذا فيها؟ هي الأكثر انتشارا وأوسع خطرا روايات تقرأها طبقات مثقفة من الكتاب؟ كفار غير مسلمين لكن دور تترجم وتنشر ماذا يوجد في الروايات؟ تحكي واقعا غربيا أو واقعا شرقيا تعزل القارئ عن الكتاب والسنة بالتالي شيخ هذه الموانع هذه عبارة عن ليست فقط مركزة على جيل الشباب أو الجيل اللجال الناشئة تعدت إلى اللجال المثقفة والنخبوية حتى تمنعهم عن تحصيل الهداية حتى أفلام الكرتون تحرف الأطفال والأفلام تحرف الشباب الكبار والصغار حتى الشيب لأن هذه الأشياء موجهة للجميع الذكور والإناث اتباع الهوى هذه مشكلة أن الإنسان يسلس قياده لغيره ويسلم نفسه لغيره يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى الهوى أساس كل فتنة يعني الذهب مع ميل النفس هذا هو الهوى هالهوى أن ترخي العنان لنفسك اتباع الهوى سواء أن شيخ الميلة أو اتباع الهوى في الشهوات أو الشبهات أو فقط في الشهوات هو الهوى في الشهوات أميز وأوضح يعني هو إلى الشهوات لكن الشبهات ممكن يطلق لنفسه العنان في سماع الشبهات يعني هل أفهم من كرامك يا شيخ الذين يتتبعون الرخص في فتاوى مثلاً نواح الاقتصادية والبيع ويذهب مع فتوى هذا الشيخ فلاني وهذا الشيخ فلاني حتى تتناسب مع صفقات تجارية هل يعتبر هذا اتباع الهوى في مجال الاقتصادي أو مجال البيون مجال الفتوى اتباع الهوى في مجال الاستفتاء ولذلك يقول وين الشيخ السهل وين الأسهل ما عجبوا جواب الشيخ يروح يدور على الشيخ ثاني هذا الشيخ الممتاز لماذا؟ لأنه قال جائز شيء ليهوى يبحث عن من يفتيه بالجواز اتباع الهوى لكن اتباع الهوى أيضاً فيه إطلاق أيضاً السمع لكي يسمع من الشبهات ما يسمع بدون أن يجاهد نفسه في صد نفسه عنها ولذلك جهاد الهوى مهم عند السلف لما جار رجل حسن قال يا أبا سعيد أي الجهاد أفضل؟ قال جهادك هواك يقول القيم وسمعت شيخنا يقول جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار المنافقين فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهوى أولاً حتى يخرج إليهم ولذلك الله سبحانه وتعالى ما أمر للاستقامة نهى عن اتباع الأهواء قال سبحانه واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم فاتباع الهوى يصد عن فهم القرآن طيب ولذلك قال علي رضي الله عنه إنما أخشى عليكم اثنتين طول الأمل واتباع الهوى فإن طول الأمل ينسي الآخرة وإن اتباع الهوى يصد عن الحق طيب وهذا الذي يمنع الإنسان من الإيمان حتى لو سمع الآيات وحتى لو سمع القرآن أفرأيت من اتخذ إله وهواه وأضله الله على علم وختم على سمعي وقلبي وجعل على بصري غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكروا فتجد واحد شاب مثل الجدار يتكلم معه لا يسمع يعرضونه لا ينصد لا يتأثر يعرضون عليه الحق معرض معرض طيب هنا الشيخ قضية أبعد من ذلك تصور الذي يتبعه وهو يظن أنه على حق ويظن أنه على حق وهو على باطل ومع ذلك يستمر في غيه وفي ضلاله لأنه يظن حقيقة في قناعة نفسه أنه يسير على الطريق الصحيح وإذا خطبوا أحد أو حاوره أو ناقشه في مثل هذه المسائل يقول لا أنا على الحق سيعرفوا الجواب إن شاء الله تعالى بعد فاصل ثم نعود إن شاء الله تعالى مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى فبقوا معنا والآن خدمة جديدة من جوال زاد جوال زاد الحج زادك في الحج للعام الثاني نصحب الحجيج في الركن الأعظم برسائل يومية ترشد وتوجه وتعلم وتبين أحكام ومناسك الحج وتلفت النظر إلى معانيه العميقة وآثاره الجليلة على النفس والمجتمع جوال زاد الحج جوال زاد زادك في الحج يقدم الوصايا كأجمل الهدايا كأجمل الهدايا الراصد أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل القصير ولعلنا في هذه الدقائق أن نتابع وإياكم تقريرا أعده فريق البرنامج عن هذه القضية تحديدا ثم نعود إليكم بإذن الله فالهدايا في الأول الأخير من الله سبحانه وتعالى ولكن هي أسباب ممكن رب العزة يسبب سبب مثلا صديق صالح يهديك لطريق الصلاح موقف معين يحصل في حياتك في بعض الناس إذا شاف موقف قدامه وربي أنه مكتب لنا يشوف اليوم هذا بنفسه أساس أنه يهتدي وهذه المواقف اللي رب سبحانه وتعالى يخليه للناس يتشوفها بعيون أحساس عظة وعبرة لأن الإنسان إذا راح ما يرجع دعا الوالدين يدعو لابناهم وأن دعا الوالدين مستجاب له مثلا العبد يتغرب من ربه كذا ويصلي ويصوم يكون يعني غريب من ربه والدعاء لله سبحانه وتعالى الإخلاص في العمل التوبة الصلاحة نصيحة شيخة وداعية أو أنه يصير له موقف يخليه يتغير مسار حياته 180 دوار